دعت السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من مختلف الجهات في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف وتأتي المبادرة التي تقدم منحا للتمويل المشارك تصل قيمانتها إلى 10 ملايين يورو لتكون من بين آليات التعاون لخلق فرص العمل في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف بمصر جاءت الدعوة الرابعة من السفارة الألمانية بالقاهرة لتلقي عروض المشاريع من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهدفة للربحة للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 مليون يورو لكل مشروع هذه المبادرة كما ذكرت هي داعمة لكل أفرع الاقتصاد ولا تستهدف فرعا معينة من أفرع الاقتصاد في حد ذاته قد تكون في مجال الطاقة في مجال الصناعة في مجال البنية التحتية في مجال الصناعات الإنتاجية والاستثمارية الهدف منها هو خلق فرص عمل ومزيد من فرص العمل لا سيما في القطاع الخاص المبادرة تأتي كآلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا شروط التقديم لازم طبعا تابع المؤسسة المتقدمة احنا بنخش في مشاريع جديدة بس ما ينفعش نخش في مشروع قائم عايز مثلا دورة راسميل نوع الفاسيتي اسمه Project Finance Society فبنخش في مشاريع جديدة حد عايز يبني مصنع أو مؤسسة عايزة تعمل expansion لخطوط الانتاج بتاعتها أو عمليات توسعة لخطوط الانتاج بتاعتها في الحالة دي احنا بنقدر نخش معاهم في عمليات التوسع بشكل منحة لا ترد مقدمة من IFE نيابة عن KFW والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي طبعا التمويل لازم له هدف اجتماعي ان هو يخلق فرص عمل ويساعد الكميونيتي ان هو يلاقي jobs فرص عمل في المجتمع فطبعا ميزة البرنامج ده ان هو بيدي منحة لا ترد بس مقابل كده بيشترط شرط مهم جدا ان هو حد أدنى من فرص العمل اللي بيخلقها المشروع وتهدف المبادرة الى تعاون مع الشركات المحلية وخلق فرص العمل لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تحسين ظروف العمل المحلية وتشارك في هذه المبادرة الى جانب مصر سبع دول افريقية منها كوديفور وتونس المغرب ورواندا والسنغال